اهلا بكم اللي حصل امبارح او مش فهمين ليه تحديدا اللي حصل امبارح اين كانت الاسباب اين كانت مين اللي بدأ بس النتيجة محزنة خلت مصر كلها بميادينها كلها بتشتعل مرة تانية ونحس ان كل ميادين مصر فيها ثورة هنكون معاكم لمدة ساعتين انا ومي وفادي زيك يا عيد اهلا مرة تانية بكل اللي متابعيننا وزي ما عيدة قيلت اكيد امبارح كانت ليلى مؤسفة ومؤلمة على قلوب كل مصريين صحيح السيناريو ممكن يكون بيتعاد وبيتكرر ونكون حفظناه عن ظهر قلب لكن للأسف كل مرة بيتكرر بصرف النظر عن مين الاطفار الاطراف المشاركة فيه إلا اننا بنتصدم مرة تانية وبنتخط مرة تانية وبنزعل يمكن اكتر من المرة اللي قبلها في الاخر دي بلدنا ماناش خير غير فيها فلازم يكون في حل الحل اللي حييجي منا الحل اللي حييجي من الحكومة الحل اللي حييجي من اي طرف اخر هو لازم يكون موجود حل صح والله صح يا ميو الصباح الخير مشاهدينا حلقة الحد عشرين حلاشر الفين وحداشر ويمكن زي ما زمالي قالوا للا مؤسفة الناس كلها قاعدة في بيوتها مرعوبة كلنا فاتحين التلفزيون عملين بندور على اي الاخبار ويفضلنا قاعدين قدام مع برنامج على اهل القناة الخاصة هو طريبا اللي كان عامل اخر توطيع لغاية الساعة ثلاثة الصبح هو انا يعني الكلام اللي مايو عايدة قالوا وانه يعني ده بيتكرر واحنا مش عارفين ليه هو بلاك ستبس هو السؤال يعني هو كان فيه كذا سؤال في دماغ كل الناس اولا دكتور عصام شرف حضرتك فين يعني حضرتك اخر حاجة ظهرك من حضرتك على تويتر انت شايف انه دي احدا سمقوصفة وتأثر على مسيرة الثورة طب هو الثورة بيحصلها ايه وزارتك قالت انه مفيش ضرب خرطوش ولا استخدام اسلحة طيب في فيديوهات لعساكر حضرتك ظهرت على الفضائيات وهي بتضرب خرطوش منطق ان احنا بنقول حاجة يعني بتحصل وهي احنا بنقول انها ما بتحصلش ما بقاش ينفع في زمن كل الناس فيها معاك كاميرات حتى لما حد رد علينا اخيرا في اخر الليلة كان اللواء محسن الفنجري وهو قال انا هقف عندي كلمة واحدة في كلامه وقالها قال بصوا الناس اللي على التلفزيون تعرفوا دول مين يعني اللي هما بيخربوا البلد كما هو على حد تعبيره يعني طب انا فضلت باصس لغاية ما قفلت وبعد ما تعبت مش عارف مين دول ويا ريت اللي معاك السلطة يقول لنا طب مين العدو بتاعنا نعرف عدوانا عشان نتعامل معاك خلينا بس خلينا يا زود يا فادي على انت بتقولوا كفانة انه اي حدث بيحصل نقول دول مثيري شغب يعني حقيقة اللي موجودين في مدان التحرير طول الليل واللي بيتضربوا واللي اتصابوا والاكتر من 600 واللي 700 اتصابوا والشخص اللي توفى اللي عنده 23 سنة حتى الان دي المعلومة الوحيدة اللي مؤكدة ومناعرفش مين تاني ان فيه اخرين ان فيه اخرين في حالات حرجة كل الناس اللي موجودين مصريين وشرفاء ومحترمين وبعتقد انه عيب قوي عيب قوي انه الاعلام يفضل يقول على كل الناس دي بلتجية عيب قوي انه نبقى لغاية دلوقتي مش فهمين ليه الداخل بتتصرف بالشكل ده عيب قوي نبقى مجموعة من المعتصمين اي ان كان متفقين او مختلفين على سبب اعتصامهم انه كان عددهم ماكسمم مية مبارح انا كنت صبح مدان التحرير وانا معدية كان عدد قليل جدا نزل كتايب من الامن المركزي بمنتهى العنف طب يا جماعة ايه اللي حصل امشي امشي وبيزقونا وبيمشونا فطبعا اتخانينا وفضلنا وقفين عشان نفهم ايه اللي بيحصل والاعتداء على الاعلاميين يا عيدة الاعتداء على الاعلاميين اللي حصل وتصريح نقبط الصحافيين السؤال بس المهم اللي عاوزين نسأله اللي انا عاوز نسأله المجلس العسكري اللي هو محسن الفنجري طلعا قال امبارح انه لا تأجيل للانتخابات طب احنا هنعملها بالمنطق ده والتعامل الامني الخاطئ ده ازاي يكفي ان احنا بعد 24 ساعة لسا عادين وبنبحث مع بعض يا تارا كان ايه اللي حصل امبارح ومين اللي ابتدى ومين الاطراف دي يعني اللي احنا فيه ده اصلا كارسة هنبتدي فكرة الصحافة مع الصحفية امال عويضة بس بعد الفاصل